الأخ الذي ذكر بأنه بلغ من العمر 73 سنة أسر الله تعالى له طولاً في العمر وحسناً في العمل يصلي على العربة بسبب الأوجاع كما ذكر يجوز بلا شك يجوز أن تصلي على عربة يوجهونك إلى القبلة وتصلي على العربة على الأرض على السرير كل ذلك جائز ليس فيه مشكلة ويقول بأنه يجمع الصلاة أحياناً يعني يجمع الظهر من العاصر أو بالعكس شوف أخي إذا ردت تصلي عم العزيز إذا ردت تصلي وقتين إما بسبب مشاكل وضوء أو مشاكل ألم أو شيء قرب وقت على وقت أصلي لتقضي أنت إن شاء الله بلا شك من هذا العذر لكن حاول أن ما تقضي شلون يعني؟ صلي الظهر قبل ما يعني توظى وكذا قبل ما يأذن العصر إبروا بأساعة هذا الوقت يكفي أن تتوظى وصلي الظهر ومن يسلم خمس دقيقة أنه بيأذن العصر صليها للعصر فتكون أنت صليت الظهر بآخر وقتها وصليت العصر بأول وقتها أو العصر والمغرب نفس الشيء المغرب والعشاء نفس الشيء هذا جمع فني أفضل من أن يكون قضاء يكون بأوقات متقاربة هاي صليتها بآخر وقتها ما تعتبر قضاء وهاي صليتها بأول وقتها واضح والله إن شاء الله يكتب لك العافية ترجمة نانسي قنقر